طيب أنا ننتقل للنشاط الآخر وده هو في صالون المنصورة وحتى منهولنا إيمان السيد فضل يا إيمان الصوت كده تمام تمام يا إيمان سعيدة جدا بشكركم طبعا على الفرصة بوجودي معاكم أولا سعدت جدا بوجودي بجانب الجميع كعضو أو عنصر في مكان يمثل صرحا لحرية الفكر والمعتقد كصالون تفكير وبرغم بعدين عن العاصمة إننا كمجموعة من صالون المنصورة نسعب كل الحب للمقابلات بشكل تقريبا دوري أو بشكل شهري وأصبحنا أغلبنا ينتظر الصالون بكل الحب والود لأنه يعتبر متنفس فكري ونفسي لأغلب الموجودين أو الحاضرين أسعى كمنصقة للصالون حاليا أولا محاولة لنشر الوعي الثقافي والمسج بين الفن والثقافة والمجتمع من خلال طرح بعض المواد والمواد الحوارية التي تخدم محاولات توائم ردود أفعال الفرد تجاه بيته ومجتمعه فيما يرتبط بالسلوك والعادات وما نواجهه من أشياء ممكن تكون ضد معتقداتنا جميعا ثانيا الدعم النفسي لبعض أفراد الصالون أو أغلبنا فبدأنا نتشارك مشاكلنا اليومية والحياتية وبشكل غير مباشر في بداية الأمر بدأنا نشهر بالراحة بعد كل لقاء ما جعل البعض مننا يسعى دائما على التوجد مع الآخرين لما نقدمه حتى بمجرد السمع لبعضنا الآخر ثالثا عمل ورش عمل أدبرية أو ثقافية رابعا التفاعل حي والملموس مع أعضاء الصالونات والمحافظات الأخرى وده اللي هسعى عليه جديا وبدأنا نتفق عليه مبارح لحد ما مع صالون القاهرة خامسا وده الأضاف كلنا جمال وده يعني يا فكرة في دماغي بس ما كونش عارفة يعني تتبلور ازاي أتمنى وجودنا على الأرض الذي قد يكون من خلال مؤسسات اجتماعية أو أهلية زي ما أشار لنا جمال بدأ في حديثه وشكرا وصالون تفكير كان أمل كلنا ممكن نسعى عليه فكريا أو مجرد فكرة كانت في دماغي الجميع بس شكرا للي نفذوه على الأرض الواقع شكرا للفرصة اللي جمعتني بيكو يا جمال شكرا شكرا لليك يا إيمان إحنا كمان ممنين حياة جدا ونفسي أزور صدود المنصورة يعني تهالي في الخطة الجاية لأن المرة الجاية أنا أجيلكم لغاية هناك لأن نفسي أشاركوا فعلا إن شاء الله ونورنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة